لم تعد هذه الأنابيب الروسية للطاقة مفضلة عند الأوروبيين وإن رضيت بها بعض دول القارة العجوز على مضت على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا تعاقب موسكو من بادرها بالعقوبات وتفرض على أخرى الدفع بعملتها المحلية لضمان عدم قاطع شريان الطاقة عنها شكلت هذه الحرب صداعا عالميا مشعلة فتيل أزمة الطاقة وشرين إمداداتها البحث عن البداء بين المتاحة وبين العمل على تطوير نماذج جديدة ذات فعالية أكبر هو ما يدور فيه العالم اليوم بعد رسم الهجوم الروسي واقعا جديدا في اسطنبول هناك من يبحث عن كيفية التعامل مع هذا الواقع والاستفادة من تجارب الدول في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيعها عدم اتخاذ قرار في المرحلة الحالية فيما يتعلق بأزمة الطاقة ومعضلاتها سيدفع الدول إلى الوقوع في الظلام نعيش مرحلة حساسة في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا وهذا يستدعي الاستغلال الأمثل للموارد المحلية البشرية والصناعية وموارد الطاقة المتجددة بالنسبة إلى تركيا أحد أبرز الدول المستهلكة للطاقة وجدت نفسها أمام أزمة عالمية تدور في فلكها بإذن مشاريعها في الطاقة المتجددة تشير إلى إمكانية البناء عليها بعد أن حققت نتائج إيجابية في هذا القطاع تمثلت بوصولها إلى توليد نسبة 65% من طاقتها الكهربائية عبر مشاريع الطاقة النظيفة تركيا لديها فرصة عظيمة للاستفادة من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة تركيا الآن تستطيع التوفير نحو 65% من طاقتها كحد أقصى من مصادر متجددة ونحن الآن بصدر تطوير بنيتنا التحتية للحصول على ذلك خلال السنوات الثماني الأخيرة أضحت تركيا في المركز الرابع عالمياً والأولى أوروبياً في إنتاج الطاقة الشمسية إلى جانب وصول طاقة البلاد الاستيعابية من الطاقة إلى 100 جيجاوات أكثر من نصفها ينتج من الموارد المتجددة تتفاوت الدول في مشاريعها الخاصة بالطاقة المتجددة بينما انقطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وبينما تحاول اللحاقة بالركبة لكن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أعادت حسابات الكثير من هذه الدول وفتحت الباب أمام ضرورة البحث ليس فحسب عن بدائل للطاقة الروسية بالضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة كهدف آمن ومستدام في آن واحد أحمد سعيد تيارتي عربي أسطنبول